موسيقى أهلا أحبائنا المشاهدين أرحب بكم أجمل ترحيب هذه الحلقة الخاصة مهمة كتير كتير تسمعها وتشاهدها رح نتكلم عن الاضطهاد هل الاضطهاد حقيقة؟ هل فعلا يحدث الاضطهاد في هذه الأيام؟ وعندما أتكلم عن الاضطهاد طبعا في كتير فئات دينية في العالم عم تضطهاد وفي فئات اجتماعية بسبب تغيرها أو اختلافها برضو تضطهاد الاضطهاد شيء تاريخي منذ قديم الأيام دايما تشوف في ناس تضطهاد ناس تانين بس تركيز حلقتنا اليوم عن المسيحيين الذين يضطهادون هل هي حقيقة؟ ثم ما هي أو أسباب الاضطهاد؟ وأنواع الاضطهاد هل هو فقط اضطهاد جسدي؟ يمكن من خلفية لخلفية بتختلف نوعيات الاضطهاد أنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة رح نعرف أكتر عن هذا الموضوع وهل الكتاب المقدس بيتكلم عن المضطهد والمضطهد؟ وشو ردة الفعل في الحالتين؟ ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر أهلا أحب أنا مشاهدينا في كل مكان رح نتكلم عن موضوع الاضطهاد وبشرفني أن أستضيف لبرنامج ليكن نور هو مش ضيف طبعا هو صاحب مكان أخ عزيز وغالي جدا على قلبي وصديق قديم وأكيد شفتوا كثير على البرامج التلفزيونية أو في القنوات الفضائية دعنا أقدم أخي المحبوب الدكتور أمال جندي أهلا وسهلا أخ أمال أهلا بك أخي نزار ومرسي على الاستضافة ونصلي أن الرب يغطينا بسحابة مجده فلا نرى إلا يسوع وحده أخ أمال أنت الشخص المناسب الذي يمكن أن يحكي لنا عن هذا الموضوع أنت خادم للرب تركت عالم البزنس وخصصت وقتك أنك تخدم الرب بتسافر كتير تعمل تدريب وبتشوف الأحوال في كل مكان ولسيما في الدول العربية ونعاوز أنه لما نتكلم عن الحلقة نتكلم بشكل منصف وفي نفس الوقت الغرض من حديثنا إحنا مش نرفع شخص على شخص آخر هو بالنتيجة أنه كل شخص بحق أنه يتكلم بإيمانه وعايشين عاوزين نعيش حياة كريمة هادئة مطمئنة عاوزين نعيش بسلام بس في نفس الوقت إحنا مدعوون أنه نشارك إيماننا عن شخص يسوع المسيح وأنه الرب يسوع فعلا ما وعد طريق مفروش بالورود كما يضعي البعض بل بالعكس تعليم المسيح أنه بحال إيمانك أنت رح تضطهد ورح تحمل صليب ورح فعلا تواجه كل أنواع الصعوبات والاضطهدات فهل يعني قبل أن أسألك عن تعريف الاضطهد هل هو فعلا حقيقة من خبرتك مش بس كمان من الكتاب المقدس طبعا الاضطهد حقيقة حقيقة واقعية وبتحدث مش في أماكن معينة ولا في أزمنة معينة لكن على مر العصور وفي كل الأوقات وفي كل الأماكن بس هذا الاضطهد أو لازم الأول علشان نفهمه نفهم إيه معناه ونفهم إيه مجالاته وإيه الأطراف في هذه العملية بتاعة الاضطهد طيب خلينا لكانت نبتدي من الأول نبتدي بمعنى الاضطهد معنى الاضطهد حسب أنا جبتها من معجم عربي اللي هو معجم المعاني الجامع المكتوب في هذا المعجم الجامع اضطهدات مصدر الكلمة اضطهدة وتعريفه هو تجاوز الحد في السلطة ومعاملة قهرية تعسفية وانتهاك المبادئ الدستورية وخاصة ما كان متعلقا بحماية حقوق الإنسان ده التعريف بصفة عامة بس خلينا نبعد عن القواعد العربية ونشوفها بلغتنا العامية لما حضرتك تسمع كلمة هذا تنمر على ذاك فالتنمر نوع من اضطهاد أو هذا تأسد فعندك تنمر عندك تأسد عندك توحش عندك تكالب كله من النمر والأسد والوحوش والكلاب معنى إذن احنا انطلعنا من من الطبيعة الإنسانية اللي رب خلقنا عليها وصرنا نساوي الوحوش فدي مشكلة الاضطهاد لا يقتصر على أن هذه الوحوش تأكل الحيوانات الأقل ضعفاً أضعف منها لكن يصل الاضطهاد إلى أنه يكون اضطهاد فكري عقلي يعني حضرتك عندك فكرة يا خنزار أنا لا أؤمن بها أنا أؤمن بفكرة تانية فلأني لا أؤمن بفكرتك فأنا يعني أمارس عليك ضغوطات متعددة هذه الضغوطات هي الضغوطات فكرية لو أنا رديت عليك الفكرة بالفكرة لكن لو أنا رديت عليك بمعاملة قاسية وحشية تصل إلى تعذيب الجسد وإلى حرمانك من بعض حقوقك ديت تعذيب جسدي أو تعذيب نفسي وعلى فكرة السكوب بتاع الاضطهاد واسع جدا يعني لا يقتصر على أديان أو شعوب أو أفكار بل بالعكس داخل الدين الواحد هناك اضطهاد نعم يعني نرى أنه بين الكاثوليك والبروتستان في نورث آيرلند في تشاحن وفي اضطهاد بين الشيعة والسنة في تشاحن واضطهاد يصل الاضطهاد أيضا إلى اضطهاد النفس والروح الكتاب يذكر أنه لما لوط كان يعذب نفسه البارة كل يوم لما كنت أنا إنسان روحي في مجتمع يسوده الظلام وثقافة هذا المجتمع هذا عبارة عن اضطهاد وعبارة عن تحديات عشان كده يعني بعد النظرة العامة بتاعة الاضطهاد ومجالاته هنتكلم في موضوع الاضطهاد المسيحي اللي هم من أطرافه أكيد دكتور أمال لأنه موضوع الاضطهاد مثل ما ذكرته موضوع مش جديد موضوع تاريخي والحق يقال أنه المسيحية تستغرب أنه نمت من خلال الاضطهاد ومن خلال التعذيب وسواء ابتدأت في أيام اليهود في أيام المسيح الرومان وطبعا شعوبك إلى يومنا هذا كل شخص يمكن يكون غير مسيحي يضطهد المسيح أنت تكلمت عن أنواع الاضطهاد النفسي والجسدي طيب يعني خليني أسأل شو وحكيت أنه حقيقة أنه فعلا عم بتتم الهدف من الاضطهاد الهدف من الاضطهاد لما أنا أقول هذا اضطهاد ضد إيماني المسيحي ما قدرش أطبق هذا لو أنا في داخل دولة وارتكبت جرم أو ارتكبت مخالفة ونلتعقاب هذا الجرم أو هذه المخالفة أنا أعز هذا إلى أن أنا مضطهد الكتاب يعلمنا في فليبي 1.29 بطر 6.4 بيقول فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو حتى متداخل في أمور غيره لكن إن كان كمسيحي هنا بقى الشرط أنا أقدر أقول أنا أطهد كمسيحي علشان أنا ما عملتش أي حاجة من دول لكني أنا أطهد مجرد إن أنا مسيحي مسيحي فساعتها لا نخجل بل نمجد الله فهو ده الهدف من الاضطهاد حينما يكون هدف المضطهد أنه يتطهد المسيحي بسبب إيمانه ساعتها هنا بنتكلم في هذا موضوع بتاع الاضطهاد الحاجة الثانية يا خنزار أنا أصلي النهاردة أن تكون لنا رسالة لطرفي هذه العملية طرفاء العملية مضطهد ومضطهدا فأنا بكلم المضطهد وبكلم المضطهد حلو فالفكرة اللي هقولها دلوقتي بسرعة للمضطهد أقول له ما تخافش للمضطهد بالفتحة المضطهد بالفتحة المفعول به المفعول به ليه ما تخافش لأن هذه العملية هي عطية من الله في فليبي واحد تسعة وشرين بيقول لأنه وهب لكم وهب هذه عطية موهبة لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا من أجله إذن الاضطهاد عطية تساوي عطية الإيمان وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا من أجله الكلمة اللي هقولها للمضطهد الفاعل المرفوع بالضمة أيوة فيه كسرة تحت هذا المضطهد أنت لا تعلم أنك تنفذ خطة شيطانية مكتوب عنها في يوحنى عشرة عشرة السارق إشارة للشيطان لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك أما أنا رب يسوع بيقول أما أنا فقد جئت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل فالمضطهد هو بينفذ خطة شيطانية الشيطان حطها في الأول أنه يسرق ويذبح ويهلك المضطهد لا دي موهبة الرب ادهالك وخلينا أقول لك تشبيه بسريع يا خنزار بعد إذنك للمضطهد المفعول به كلنا عارفين الطبيعة الفيزيكس أو الفيزياء الفحم الإسود اللي بيكون مليان غبار إسود ويكون هش هذا الفحم تحت الضغط والحرارة نفس الفحمة تحت الضغط والحرارة تتحول إلى ألماز أو قطعة من ألماز هو ده عملية الاضطهاد عشان كده ليه هي عطية للمضطهد عطية للمضطهد لأنها بتحول هششته بتحول ضعفه بتحول السواد البعض النقاط الضحف في حياتنا عملية الاضطهاد دي ربنا بيستخدمها علشان يطلع وينقي ويحرنا إلى ما بالظبط كده أمين طب خلينا أسألك سؤال تاني دكتور أمال هل الاضطهاد بغض النظر شو أنواع الاضطهاد يؤثر على علاقتنا بالرب هو طبعا ظاهريا يا خنزار بيأثر تأثير سلبي بس في حالة واحدة في حالة عدم معرفة المضطهد بكلمة الله لو أنا واقع تحت اضطهاد وتحت ضغوط ومش مدرك أن كلمة الله بتعزيني وأنها بتتكلم مثلا في روميا الثمانية الأعداد من 16-32 بنلاقي أنه في الآخر بيقوله من يفصلنا عن محبة المسيح أشد أمضيق اضطهاد جوع عري خطر سيف أمور حضرة في هذه جميعها في كل ضهور لو أنا غير مدرك وغير يعني لا تسكن فيها كلمة السيح بغنى طبعا بتأثر فيها لكن إمتى ما تأثرش فيها لما أنا أدرك أنه لا صعوبات ولا شدائد ولا اضطهاد ولا سيف ولا عري ولا ولا ملايكة ولا رؤساء ولا حتى أجناد الشر الروحية تؤثر في في عملية بل أقبل هذه العملية من الرب أقول يا رب أنا بين إيديك حول كل فحمة جوايا إلى ماس له قيمة في نظرك وفي خدمة الكنيسة والآخرين يعني قبل أنا عاوز أسألك عن بركات اللي ننتظرها من خلال الاضطهاد بس واضح أنه في الاضطهاد فيه خسارات أه طبعا يعني أتكلم شخص غير مسيحي آمن بالرب يسوع هو من خلفه إسلامية أي وخسر كل أنا أتكلم في الغرب يعني خسر كل ممتلكاته في أماكن ثانية أنا من ثلاث أربعة أيام كنا نتكلم مع واحد من المغرب أهله ضربوا كسروا ومهدد بالموت هاي حقيقة عم من نشوفها أنا جاي من الأراضي المقدسة اليوم في ظاهرة كتير من اليهود عم بيصيروا مؤمنين مسيحيين في العادات اليهودية إذا واحد يهودي صار مسيحي بروحوا عاملين عليه جنازة جناس فعلا أنه فلان مات خلاص بيتعامل معاه أنه شخص ميت يعني بيكون ماشي جنبهم عادي لا ما خلاص هو ميت يعني بيخسر كل شيء فمنشوف كل هاي الاتهاضات ومرات يعني أنت بتتكلم يعني تكلمت من سيفصلنا عن محبة المسيح بعدين في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا بس بعدين برجع الواحد بيقول طيب طيب شو البركة يعني شو اللي إحنا منستناها من خلال الاتهاض علما لما بتسأل المضطهد وأي واحد يضطهد يعني إحساس مش حلو يعني يعني إحساس صعب ولا لا ده صحي جبل ما أقول لحضرتك على البركات يا خنزار بنلاقي أنه اللي بيوجع تحت اضطهد على فكرة هو قوي بتلاقي في أغلب المضطهد هو الطرف الضعيف هو ليه بيتطهد هو بيتطهد علشان عاوز يدفع عن فكرة معينة هذه الفكرة تحتاج إلى دفاعه لكن المضطهد لا هو عنده فكرة عنده يقين عنده يقين واخد لبالك في نفس الوقت أنه للأسف حتى بنلاقيها عمليا يا خنزار كل من هم في السلطة خصوصا لما ييجي في موضوع المسيحي الذي عبر من خلفية إسلامية بنجيه تحت الضغط وترهيب وترعيب من مش من القانون على فكرة ممكن يكون الدول دية بتنادي بحرية الأديان لكن للأسف بتلاقي من القائمين على تنفيذ القانون من قناعتهم هم الشخصية من وجدانهم الخاص من ثقافتهم المتراكمة واخد لبالك فبناء على كده بتلاقي في مشاكل كتير وبيسيء استخدام السلطة عشان كده يقول لك واحدة من الحاجات يقول لك الاضطهاد جنون الاضطهاد أو دعم ده عرض من أعراض الاضطراب النفسي يعني تخيل لما واحد يروح قسم الشرطة المفروض يتعامل معاملة آدمية هو لو فيته ما يقيمها عليه لكن تلاقي القائمين في قسم الشرطة بيمارس هذه العزمة ده يدل على اضطراب نفسي وضعف وخيفين على الدين بتاعهم لأنه بيحتاج لحماية وعلى فكرة ده لا يقتصر على المسيحيين كمان لما بيقعوا تحت الطهاد وده حاجة بتقرقني جدا لما لجي المسيحيين اسميا بيطلع في مظاهرات ومسكين صليب يقولك بالروح بالدم نفديك يا صليب الكلام ده غير كتابي طبعا غير كتابي فأرجع لسؤالك البركات الروحية يعني قبل البركات بس لنعاوز أنه فعلا يعني أمور تتوضح أنه حتى المتهد أوكي عم بيمارس شيء وعم برضي دينه وبرضي إلهه بالزبط بس الإشكال بالنسبة إحنا أنا عايش في الشرق الأوسط تعايش من أرض فلسطين يعني أنا كمان يؤلمني أنه أشوف دايما ضحايا شباب وشابات بموتوا من أجل قضية دينية أو سياسية وفي النتيجة مش مفهوم يعني أو مش واضح كل الأمور وبعدين هل الإله يعني أنت تفدي مين هذا صح طبعا إحنا الله اللي فدانا مش إحنا اللي نفدي يعني فيه معلومات مغلوطة جدا فبروحوا بموتوا فعلا بموتوا عن قناعة بدهم يموتوا لأنه عاوز يفدي والنتيجة يعني للأسف للأسف عم بقدموا ذبائح لإله ما بش باع من الدم عاوز دم ودم 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 وكل بساطة يعني أنا دائما بقول كل يعني هقرة تعليم يسوع المسيح الدنيا كلها بتتغير ونرجع ليحنا عشرة عشرة بالظبط السارق لا ياتي إلى ليسرق ويزبح ويهلك والسارق بتعني الإرهاب في لغتها الأصلاح فهي دي النقطة يا خنزار وعشان كده برضو سواء للمطهد أو المطهد اللي هو بيفتخر أنه هو بيتطهد لأنه اسمه مسيحي لكنه لم يختبر الرب على فكرة الحتة دي مهمة جدا يا خنزار أنه ما نطلعش عفوا ما نطلعش بشعارات وإننا احنا هنموت علشان نفضي الصليب لا نفضي الصليب حتى يعني فكرة الاضطهاد أو الموت يعني صار رخيص جدا لأنه ما فيش تعليم واضح حتى في بلادنا عن الموضوع أنا بتذكر يعني قصة سريعة أنا كنت في طيارة سورية يعني في داخل سوريا وكان في عطل فني وكانت صيف والدل حرارة عالية جدا وفي داخل الطيارة كل عن بشر عرق في واحد وراي طب يعني إذا طارت خلاص ما خلينا نموت ما بموت شهيد آه شهيد آه في أخت يعني محجبة كانت على الطرف الثاني يعني بالايل سيت الكرسي الجانبي طلعت عليه قالت له بله بلهبل بعدني متذكر الإصطلاح قالت له بلهبل من العلمك إنه هاي موت شهادة كنت موت أنت نروح موت آه سامي الشهادة تسيبك من الهبل آه طلعت عليها قلت لها يسلم تمك يعني فعلا كان جواهب لهذا الشاب المغلوط يعني قال إذا مات طيارة عطل فني شوي بيصلحوه وطور روحك يعني هذا الشاب يا خنزار مسكين طبعا إله هذا الظهر اللي هو الشيطان أعمى زهنه ومكتوب إله هذا الشيطان أعمى أزهان غير المؤمنين فهو زهنه معمي إنه عاوز يعمل أي حاجة علشان يروح شهيد علشان يلاقي الحور العين ولا المتصورين لهم عفوا بطريقة يعني مضلة هو التعليم يعني الشخص اللي بمارس هذا النوع من المهوت خليهني يقولوله بكل صراع انتراع الجحيم بالزبط لأنه قاتل بيقتل نفس وهكذا طبعا فالمشكلة إنه موضوع الاضطهادة هو في الدين بتاع شعوبنا الثقافة الغلط اللي طالعين فيها بدون تعليم لأن نحن بنسمع ما حدش بيجرم ما حدش بيدرس ما حدش بيرجع لكلمة الله طيب لكان خلينا في البركات الروحية في البركات الروحية للإضطهاد في نفس المقطع يا خنزار في اللي تكلمنا عنه روميا 8 بتكلم على بركات سماوية بتنتظر مهما واجهنا من هذه التحديات التي لا تستطيع أن تفصلنا عن محبة المسيح فبنتظر ميراث الشركة مع يسوع نتمتع بالمجد نعلن أننا أبناء الله نمتع بالحرية والمجد إعلان بنوتنا وفدأ أجسام لكله من أعداد 17 لغاية أعداد عدد 30 وصرنا مضعوين حسب قصد الله فدي كلها بركات روحية لا تقاس بأي بركة زمانية وإذا بدك توضحها باللغة العربية كيف نوضحها هاي البركات هذه البركات يا خنزر أنه أولا لو أنا اضطهت وما زلت أعيش فالصفات الداخلية اللي هي الفحمة السودة الهشة بتتحول إلى ماس زي ما الدهب ينقى بالنار زي عشان كده الرب بيسمح بالاضطهادات علشان ينقين وطوبة لمن يحتمل التجربة وإحسبوه كل فرح يا إخوة حينما تقعون في تجرب متنوعة لأنه هو ينشئ صبر والصبر تزكية والتزكية رجاء والإيمان والإيمان لا يخيب كل هذه البركات الأرض اللي أنا حصلها هو أنا في أرض الغربة لو الرب سمح أن أنا حياتي تنتهي بالاضطهاد عندي حياة أبدية مضمونة على حساب الدم مش مضمونة على حساب عمل احتمالي لهذا الاضطهاد لكنه أساساً مضمونة من الأول طالما أنا قبلت الرب طالما اعترف لساني بالرب يسوع وآمن قلبي بأن الله أقامه من أموات فأنا خلصت ومنذ تلك اللحظة كتب اسمي في سفر الحياة أنا لحياة قبل الحلقة كنا نتكلم أنا وياك وفي عبارة لمستني كتير هو الاضطهاد هو بالأساس كله كراهية وتمييز عنصري وهذا مش تعلم الكتاب لأنه إحنا مخلوقون على صورة الله الأدبية والمسيح علمنا أنه نحب كل الناس مش بس تحب قريبك كنفسك حتى يعني طلعنا أكتر من هاي الدائرة أنك تحب عدوك تحب عدوك وفعلا تعليم يحتاج إلى إلهام استنارة رحي بس للمسني بكلامك أنه نعتبر كل شخص أبورتونيتي هاي الكلمة اللي استخدمتها فرصة وبعدين رجعت تذكرت طب بولوس بري بولوس الرسول افتروا عليه سنتين محاكمات في كيساريا يعني لما أخدوه من القدس أورشالين منطقة الهيكل وفكر أورديل يعني شوية خلاص أسبوع زمان تنتهي سنتين كاملات وقف قدام حكام وآخر شيء أمام الملك أغرباس بس ولا مرة شفناه يتزمر كل مرة كان يعتبر الموضوع فرصة أي بالضبط كده وكان يشارك بإيمانه وبالدليل أنه أغرباس أغرباس التاني في عمل ستة وعشرين قاله بقليل تقنعني نعم أسير مساحية وبعدين بيحكي على الهدف أنه يعني ولا بكتير وبقى أنا يعني ما خلي هذه القيود أنا موجود لهذا السبب من سنين سنين بتذكر حادثي يعني أخ إلي في الرب من خلفية إسلامية أخدوه على السجن ووقف أمام القاضي وابتدى يشهد للقاضي القاضي اللي بيحكم عليه آمن بالرب يسوع المسيح فرصة بالضبط هاي بركة بركة عظيمة جدا فضل أخ أمان فعلا يا خنزر هو الحقيقة خلينا أأكد على حاجة مهمة جدا ورسالة لكل مضطهد لكل قائم بفعل الاضطهاد الرب يسوع علمنا أننا نحبك الحب دهو مهما أنت صنعت ضد أي مسيحي أو أي عابر أحنا بنحبك لأنه رب علمنا نحن نحب حتى أعداءنا أنت مش عدو لأننا لم نحن أعداء من البشر من الجسد اللحم والدم لكن أنت الرب أحبك حط محبته فينا بالروح القدس المعطلين علشان نحبك فأنت بتتصرف بجهالة عشان كده نحن نرثي لك نرثي لك على فكرة يا خنزر اللي بيتطهد مش بيتطهدنا أحنا ولازم كل المتطهد يعرف أنت لما بتتطهدني أنا أنت لست تتطهدني أنا في شخصي لكنك تتطهد إلهي عشان كده الرب يسوع أنت ذكرت عن بولس بولس بعدما الأول كان كان هو مطهد كان بالضبط كده شاول الترسوسي كان يتلف كنيسة الرب بإفراط فهذا الاضطهاد في الآخر هو أدرك لأنني بجهالة فعلت هذا فلما الرب يسوع ظهر له قال له أنا يسوع الذي أنت تتطهده مكتوب كان بيبطهد الكنيسة بس الرب لما ظهر له قال له أنا الذي أنت تتطهده فحبيبي لما بتتطهد مسيحي أو عابر خلي بالك خلي بالك أنت لست تتطهد إنسان أنت تتطهد الله خالق الكل مش اللي جل جلاله بس هو السرمدي هو الإله الحقيقي الإله الوحيد وحده له كل المجد المسيح حذرنا بالزبط وأنذرنا أن العالم سيتطهدكم يعني مش عم بيشتغل في قضية سياسية ولا شعبية عاوز شعبية الناس عم بقول للمؤمن أنت رح تتطهد ومنشوف أمثل في الكتاب المقدس في يحنى 6 بقول تركوا قالوا هذا التعليم صعب طب السؤال المسيح حذر طبس ليه العالم بيكره يعني العالم بيكره لأنه العالم كره المسيح في الأول هو بيكرهنا ليه لأنه نحن ننتمي للمسيح فلأن العالم لا يعرف المسيح ما هي دي مشكلة العالم قد يعرف المسيح أنه نبي أو أحد الأنبياء يعني كيف أفكر في الآية أبغضوني لأنه أبغضوني من أجل هذا يبغضونك بالضبط كده فهو لأنهم لا يعرفوا المسيح فهو بيبغضوا أكباع المسيح نمر نمر في العالم لكننا لسنا من العالم يعني نشتم لا نشتم عوضا حين نلطم على خدنا نحول الآخر هو دي تعليم من رب يسوع نرجع لماتة خمسة وستة وسبعة ونشوف تعليم من رب يسوع عشان كده نحن نختلف عن العالم فيبغى أولا لأن العالم لا يعرف المسيح لأننا نحن لسنا من العالم لأن العالم لا يعرف من هو الله الحقيقي الذي أرسل المسيح يعني المشكلة أنه في التباس في العالم أنهم عارفين شايفين ربنا هو في حتة بعيدة خالص ملهوش علاقة بالعالم هو خلقه وهو في بعد السماء السبعة بالسبع سماوات يعني الكتاب يعلن ثلاث سماوات فقط وأنه هو بعيد وما يدخلش في عهد هذه موجودة في كتابات التقاليد بالقديم وطبعا بكتابات الفيلسوف والشاعر دانتي وفي إنجيل برنابة المزيف واخذ فبناء عليه العالم لا يعرف من هو الله الحقيقي يتهيأ ويتخيل إنه الله اللي هم عرفينه بس لما يدرسوا بتدقيق من هو الله يشوفوا إنه قد تتشابه بعض الصفات لكن في صفات تتناقض تناقض كليا مع الله هذه الصفات مثلا إنه ماكر بل أمكر الماكرين الله ليس بماكر هو المكر بيجي والدهاء بيجي من ضعف الله بكله القدرة مش محتاج إنه يمكر مش محتاج إنه وحاجات كتيرة مش محتاج يلقي شبهه على شخص آخر مش محتاج يتزب إلا هنا مش ضعيف ولا من دافع عنه ولا من موت من أجله مش محتاج ينزل آية ونسيت ينسخها بعد كده بس الأخطر والأصعب أخمال اليوم بشكل عام وهي بإحصائيات القوانين إنه أكتر شعب مضطهد في العالم هو المسيحي المؤمن أيوة لأنه في كتير مسيحيين عايشين على هواهم أوكي والغريب إنه وما بتقدر تفهم مع إنه كل العالم يقر بسمو المسيح لا مثيل لا فيك تحط نبي ولا فيك تحط فلسوف ولا حكيم يعني أمام المسيح وكل العالم من علماء ومن أعداء ومن فلاسفة ومن من كله اللي شهدوا لهذا الأمر ومع كل هذا طب هل فيه شيء في تعليم المسيح ضد الإنسانية ولا ضد البشرة بخافوا يتكلموا على أين بآخر طب السؤال ليه حتى في علم الملحدين أو حتى اللي بينكر وجود الله يعني في أي علم راحز بهاجم المسيحية بخافوا يهاجموا أي ديانة أخرى لأنه بدافعوا ليش مع أن المسيح قال لا بطرس لا لا أنا لا أستطيع يعني أطلب من أبي أن يرسل إثنى عشر جيشا من الملائكة رد سيفك إلى غمليه بالزبط بالزبط بس يا خنزر هو هنرجع لأصل الإطهاد إيه هو أصل يحنى عشر عشر السارق لا يأتي إلا ليسرق ويزبح ويهلك مين هذا السارق هو عدو الخير اللي عنده مشكلة أساسا مع الإله الحقيقي هذا الشيطان هو مصدر الإطهاد عشان كده هو موجه للكنيسة للكنيسة الرب لدرجة أنه بعامي أزهان المضطهدين حتى يكونوا تحت قناعة أن العمل اللي بيعملوه ده بيقدموا خدمة لله يحنى ستعاشر يحنى ستعاشر بتكلم يعني يظنوا أنهم يقتلوكم أو يعملوكم أنهم يقدموا خدمة لله خدمة لله وده اللي كان بيعملوا بردو بوليس في جهالة في ظلمة واخد لبلك فبناء على كده التارجت ضد المسيحية الحقيقية أو مؤمنين الحقيقيين أو كنيسة الله علشان مصدر الإطهاد هو عدو الخير أكيد أكيد وفي مقارنة يعني السارق اللي هو الإرهابي أيوة يسرق يذبح يهلك هاي عمل الشيطان بالزبع سياسة الموت أيوة المسيح أما أنا أتيت لتكون لهم حياة فإذا المسيح مش بس هو الحياة رسالته هي الحياة هو نبع الحياة تضفق الحياة مصب الحياة هو الحياة بالزبط وهاي المقارنة بين الشر وبين الخير بالزبط وكل واحد له أتبع وإحنا لازم نصلي أنه يعني شهادة المسيح تلمس الناس أنا رح أعطي فرصة للمشاهد إذا بتحب تتصل يعني ارفع سماعة تلفون واتصل في إخوة وإخوات اللي رح يردوا على أي تساؤل أي استفسار وكمان أنت بتشاهدنا على الفيسبوك لايف فيه كمان تتواصل معنى إذا عندك سؤال أو بتحب بتعلق بكل سرور سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا مشاهدينا إحنا بنتكلم عن موضوع الاضطهاد وضيف الحلقة دكتور أمال جندي وحكينا طبعا في كتير تفاصيل بموضوع الاضطهاد ونعاوز أوكي خلاص قلنا أن حقيقة في مضطهد في مضطهد إحنا كيف نكون مخلصين وأوفياء في هذا الموضوع أول حاجة يا خنزار إزاي أنا كمضطهد أعامل مضطهدي يعني أنا النهاردة رحت في مكان ووقعت تحت الاضطهاد هذا الاضطهاد يقوم به آخرون أنا معاملتي معهم إزاي الكتاب يعلمنا حاجتين أساسيتين أول حاجة لا تجازوا عن أحد شرا بشر وحبوهم ليه نحبوهم لأنه محبة الله انسكبت فينا بالروح القدس معتلنا فأحنا بنحب الآخر بلا شروط مش أنا هبقى ودود لا أبقى محب فيه فرق بين ودود ومحب فأنا عشان أبقى محب مهما أظهر لي من شر أنا برضو بحبه وأصلي من أجله عشان الرب يكشف عن عيني هذه الغمامة الحاجة التانية لازم المتهد يعرف كمان أنه برضو لي كبير أنا لي كبير وبيقول إيه لأنه عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا لأنه الكبير بتاعي عادل وعدله قد يمتد إلى قصاص لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول الرب فمهم جدا أن المتهد يدرك هذا الحق يا أخ نزار بس أنا كدوري أنه إن جاء عدوي أطعمه إن عطش أسقي وبكده تجمع جمر نار يعني هو مش هيكون الهدف إن أنا عاوز أدايجه لكن يكون بحبة بلا لأنه بختم الرسول بولوس في روميا 12 يقول لا يغلب أنك الشر بل اغلب الشر بالخير المتهد مش ضعيف بالزبط يعني بالزبط المتهد هو الضعيف أنا يحضرني المشهد بتاع دباحوهم على في ليبيا أيوه المصريين 21 آه المتهدين الذين ذبحوا كانوا في سلام اللي قاموا بالدبح كانوا خايفين يور وجوههم كانوا حطين الحجاب وهذا اندل على الشيء يعني الخوف الخوف بتاعهم طبعا الحاجة التانية يا أخ نزار محبتي ونصيحتي لإخواتي المتهدين لا تنكروا السيد كتابنا ومسيحيتنا لا تعلمنا الطقية إننا احنا في وقت الخطر أجزب هذا كذب بلغة كلمة الله احنا ما لدينا حاجة اسمها طقية لما يقول أنت مسيحي مؤمن أنا مسيحي أنا مسيحي يحصل اللي يحصل على فكرة يمكن يمكن ناس يقول أنتوا قاعدين في برة واخدين راحتكم لا في أشكال كثيرة جدا من اضطهاد مش شرط يكون اضطهاد جسدي صدقوني يا خنزار إسلام وفوبيا هنا اضطهاد الاضطهاد الجسدي أحيانا أخف من نوعيات أخرى من الاضطهاد اللي بتخلي الإنسان مرتاح ويبتعد عن الله ويفقد أبديك بالزبط بالزبط فعشان كذا نتكلم على أنواع الاضطهاد المختلفة مهما كان اضطهاد لابد أن نعلن إيماننا بالرب يسوع ونتمسك به ونحن واثقين أن نستودع أنفسنا بين نستودع بين يدي الإله القدير القادر أن يحفظ خروجنا ودخلنا عشان كده في متى عشر وستاشر رب يسوع بيقول أنا هبعتكم وهنا بقى نفس التشبيه فاكرة اللي بتكلم عن التنمر والتأسد والتوحش أنا هرسلكم كحملان وسط ذئاب هينهشوكم وهيعوروكم فرب يسوع إدانا مقدما تحزير أنه هيحصل كده وقد يسمح النقف أمام السلطات والحكام الملوك والرؤساء بس زي ما حضرته قلت على الملك أغرباس كان بولس إزاي يشاهد فالرب بيستخدم الأمور فطالما فطالما نحن مسلمين كل أمورنا للرب وثقين ثابتين فيه نثق ونؤمن أنه إردته دايما صلحة مرضية كاملة مهما إردته سمحت لنا زي ما رب يسوع قال لتكن لا إرادتي بل إرادتك كمان رب يسوع قال لنا ما تعولوش هم روحوا يضطهدوكم يحبسوكم يستجوبوكم ما تعولوش هم أنه هتقولوا إيه وهتدفوا عن نفسكم لأن الله يعطيكم كيف تجاوبون رب بصلي أن رب يستخدم كل فرصة اضطهاد أنه يفتح أعين المضطهد ويدرك أنه أمام الإله القوي العادل علشان كذا لا نخاف كمسيحيين مؤمنين نخاف من الذين يقتلون الجسد لكن لا يستطيعون يقرب لا تخاف من الذين يقتلون الجسد بالضبط بل خاف من الإله الذي عنده سلطان يلقي الجسد والنفس كليهما في جهان بالضبط هذا الماكس ممكن يقتلوا الجسد بس خلاص وإحنا بالنسبة أن الطرف التعين بالسماء هذا راحت هما بسرعوا بزبط طبعا نحن نقول تعليم المسيح ذات قيم عالية جدا وبعض الناس يتهمون كيف نطبق هذه الحقائق في عالم متنمر نرجع على الإصطلحات متأسد متوحش كاسر هاو يعني كيف فينا نعمل هذا الشيء أنا عاوز في المرحلة يمكن قدامنا الشيء عشر دقائق نحكي أنه أنه فعلا الرسل اللي كانوا خايفين هم أصبحوا يواجهوا الموت خلينا نحكي عن الرسل لما نجرى في صفر الأعمال بصفة خاصة يا خنزار تاريخ الكنيسة الأول وإنه زي الرسل تعرضوا لإضطهادات وحبس وتنكيل وتعزيب وكلام زي كده والكتاب يقول إيه لضر أنهم تشتتوا فالكتاب يقول الكلمة حلوة والذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة هو ده ليه لأنه الإيمان المسيحي لما بناخد معرفة الله الحقيقية ويروح القدس تساكب في حياتنا وما نقدرش تكونتينت ما نقدرش نحتفظ بيه أنفسنا بنلاقي روحنا في فورة وثورة علشان نشارك هذا الفرح وهذا السلام الذي يفوق كل عقل اللي احنا استمتعنا به مجرد أن احنا قبلنا بالإيمان عمل المسيحي الكابل على الصليب عاوزين نشاركه مع الآخرين الآخرين بيرفضوا بيقوموا بيحبسونا بنستمر لدرجة أنه سفر أعمال لما رسل في اتكلم على حبوا يطلقوا صراحهم في أعتقد أربعة في أعمال كمان خمسة خمسة أعمال خمسة بيتكلم أنه السلطة الدينية كانت خايفة من لتوضيح الأمر نفس السلطة الدينية اللي حكموا على المسيح بالصلب وفكروا أنه قضوا على الحركة فجأة يشاهدوا التلاميذ كانوا خايفين مرعبين فجأة مليانين بحضور إلهي بقوة وبالحقيقة يعني زي ما يعني حكموا على المسيح لأنه شافوا حتى معجزات إقامة ألي عازر في هاتح المولود أعمى بطرس ويحنى في أعمال ثلاثة أقاموا كمان واحد مقعد من بطن أمه فشافوا أن الرسالة مستمرة وأن كلام المسيح فعلا وعن بيشهدوا عن قيام التق يسوع المسيح وراحوا برضو ضربوهم وطلبوا منهم أنه ما يتكلموا عن هذا الاسم وهي الفكرة أنه نفس المجموعة وهي المجموعة نفسها اللي أرسلت شاول الترصوص أيها علشان يضطهد كنيسة وهو يوقف أمامهم للمحاكمة كمان بس للتوضيح ده صحيح عشان كده السلطة الدينية وللأسف السلطة الدينية بتسيطر حتى مرات كثيرة على السلطة السياسية نعم وبتخلي القوانين فيه اضطهات في القوانين في القوانين الوضعية لكن هذه كلا تمنع كلم الشهادة لأنه لأنه أرسل قالوا لهم حاجة وصوهم أو عتنادوا بهذا الاسم تاني طلعوا لجيهم في الهيكة اللي بيعلمهم فقلوا مش يحلقوا لكم لا يعني ما ينفعش يعني نسمع لكم وما نسمعش الله ينبغي ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس يا مؤمن يا مسيحي يا حقيقي يا اللي خايف أنك تضطهد لا تخف لأنك تشهد بالإله الحي اللي صنع معجزة إقامتك من الموت الروحي وأعطاك حياة أبدية عشان كده مش مفروض نخاف مفروض نشهد وأحنا لما بنشهد على الفكرة لما يكون معنا سيوف ولا عصي ولا مسدسات ولا مدافع ولا بازوكة ولا كلام زي كده نحن نشهد بالكلمة ولا نقتل المسيح اللي ترك الإيمان بالزبط لأنه إلهنا يعني إيماننا بإله حي ما عندناش موضوع قانون الردة ما عندناش كلمة ردة لأنه لأنه نقطة مهمة عزيزة مشاهد تلاحظها أنه ليس كل من هو مسيحي هو مسيحي يعني مش كل مسيحي مكتوب في البطاقة الشخصية أنه ولد في عائلة مسيحية أو بيروح كنيسة هو مسيح المسيح الحقيقي هو من يقبل عمل المسيح بالكامل في حياته بالإيمان هذا هو المسيح الحقيقي عشان كده المسيح الحقيقي هو اللي بيشهد بالكلمة ما بيحاولش إنه وإذا واحد مسيحي اسمي راح الإسلام راح البوزية راح الهندوسية خلاص هو إلى هذا الشهر أعمى زهنه إلى هذا الظهر أعمى زهنه ونثق ونؤمن أن الرب هيفتح العين وعيون الآخرين إن كان هناك فعلا رغبة صادقة حقيقية في أنه يدور على الحق الكتابي أين هو الحق أين هو الحق أين هو الإله الحقيقي أين هو الفداء أين هو الخلاص أين هي الضمانة الأبدية الحقيقية هنا ولا هنا وطبعا سفر أعمال رسل يعني بورينا أمثلة كمان مثل يعني شاول هو اللي آمن شوف كم من الاتهاضات نفسه واجهها ومن الألام ومن العذاب يعني كتير بيتكلم عن يعقوب الرسول الأول في أعمال 12 قطع رأسه كل التلاميذ معدى يوحنى يعني شوف الأمان والضمان في المسيح بوتروس كان نايم نوم عميق طبما والتاني يوم حياتي عراسك لا سهل لا سلام الذي يفوق العقل سلام الله وغير استفانوس اللي قال نفس تعبير اللي قال يسوع اغفر لهم يعني وجهه كان مشرق لا تقم لهم هذه الخطيئة أخ أمال احنا قدامنا شيء ثلاث دقائية إلى أربع دقائية احنا شو دورنا إزاء أو أمام هذا الموضوع موضوع الاضطهاد أول حاجة لازم نجيب موضوع هذا تحت الضوء لازم الناس تعرف تعرف أن هناك اضطهاد ضد المؤمن المسيحي الحقيقي نعم وضد من يعتنق المسيحية من أي خلفية بوزية هندوزية إسلامية أي حاجة لابد أن نعلن الحق الكتاب الكتاب يتكلم عن إيه لازم في رسالتين أساسيتين الرسالة الأولى للمطهد القائم بفعل الاضطهاد قوله بصلي أنه رب ينور فكرك بصلي أنك تدرك محبة الله التي ظهرت على الصليب في شخصه حينما أخذ جسم بشريتنا بصلي أنك تفكر وتعيد حساباتك من هو الإله الحقيقي وما هو الإيمان الحقيقي بصلي أنه الرب ما يدي لك شنوم وتدرك أن اللي تعمله ده مش يعدي بلا حساب لأن الله عادل مع هذا العدل هناك محبة حقيقية لك ورسالت الثانية لإخواتي اللي هما تحت الطهاد واللي تحت آلام تشدد بالرب تشدد وتشجع لا تخف ولا ترتعب لأن الرب إلهك معك الممسك بيمينك أنقائل لك لا تخف أنا وعينك ما تخفش في مواجهة الاضطهاد ما تخفش في مواجهة الناس ثق في الرب تعلق في الرب والرب من تعلق بي ونجيه ورفعه لأنه عرف اسمي بأعتقد كمان إحنا إلنا دور يعني اللي ظروف يمكن شوي أهون أو أسهل أو أحسن خلنا نقول إنه دورنا إنه نصلي من أجل المضطهدين نرفعهم في صلواتنا وكمان نتشارك معهم الكتاب والأذكر المقيدين كأنكم مقيدون يعني تشعر معهم وتتكلم ضد الظلم وضد الهاي وتحاول توصل صوتك إذا فيه جمعيات هيئات أمم إلا أي يعني حاول توصل صوتك بشكل عملي وكمان إحنا ككنيسة لازم نوقف مع إخوتنا ده صحيح هي كنيسة واحدة في الشرق في الغرب بغض النظر إحنا جسد واحد ففي ناس طردت من بيوتها اضطهدت معندهاش مكان بتعاني من الأمرين جوع معندهاش مقوى هاي فلازم نوفر كل هذه الاحتياجات للمتهدين معاك دقيقة أو أقل إيش رسالتك اللي بدك توصلها الأعمال الرسل أصحاح عشرين وعدد أربع وعشرين تكلم عن نفسي يا خنزار بنعمة الرب ولست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخستها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله لو أنت مضطهد بصلي من أجلك أن الرب يفتح عينك لو أنت مضطهد بصلي من أجلك أن الرب يسبتك ويشجعك دكتور أمال شكرا جزيلا والرب يباركك شكرا جزيلا أختم بقول المسيح في عزته الشهيرة على الجبل قد سمعتم أنه قيل للقدم تحب قريبك وتبغض عدوك وأما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم باركوا لاعنيكم صلوا لأجل الذين يسئون إليكم ويتطهدونكم صلي عارف بقولني يا لك يا بختك وأختم بآية كمان في رسالة يحن الأولى إصحاح أربعة والآية عشرين أو خلني آية تسعة عشر نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا إن قال أحد إني أحب الله وأبغد أخاه خلي بالك أخاك ممكن يكون جارك قريبك يعني في الإنس أي شيء فهو كاذب لأن من لا يحب أخاها الذي أبصره كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره ولنا هذه الوصية منه أن من يحب الله يحب أخاه أيضا قوعك تفكر أنك عم تعمل شيء لأنك بتحب الله لأن الكتاب واضح بتحب ربك بتحب الله بتحب أخوك وإذا بتحب أخوك هذه العلامة الواضحة أنك أنت بتحب الله لكن لما بتطهد وبتهين وبتلعن وبتتكلم بتكفر كل هذه الكلمات القبيحة أنت عم تتكلم ضد الله أنت شخص مرائي متدين مظهري لكن رب شايف أنه قلبك أعمى ومظلم من الداخل بصلي اليوم أنه نور المسيح يغمر حياتك ويباركك أيضا بحب أسمع منك